السلام عليكم أحمد أوشونك إكس بونك مقطع ديدي الكلام اللي بقوله في البداية الآن مهم جداً لازم تركز معاك يا أخوان أنا لي تقريباً خمسة أو أربع أيام ما نزلت مقطع ما كنت ألعب وطقتك ولا أسوي أي شيء غير إني أحط تركيزي كله بسلسلة قران أمجهز لكم طبخة أمجهز لكم شغل المقطع اللي راح تشوفوناه اليوم والمقطع اللي بتشوفوناه بإذن الله بكرة شوفوا كيف مقطع اليوم كمية المشاعر اللي فيه جداً كثيرة وملخبطة وصدمات وأشياء بتشوفوناه ما بحرق عليكم وبكرة بتقولي فيه مقطع بكرة مو مقطع بكرة الساعة ثمانية ونص بعد صلاة العشاء بتوقيت المملكة العربية السعودية راح يكون فيه بث مباشر لآخر حلقة بقران بتقول كيف آخر حلقة وتون أبا دين بقولك اي آخر حلقة بكرة ثمانية ونص يوم من اثنين الساعة ثمانية ونص بتكون آخر حلقة بتشوف مقطع اليوم وبتعرف ليش آخر حلقة بث بكرة الساعة ثمانية ونص راح يكون بث غير بث طويل البث راح تكون فيه شخصيات كثيرة يتشوفونها ويوتيوبر برضو بيخشون فيها بإذن الله ان يكون من أمتاع البثوث ساعة ثمانية ونص بحطركم الرابط تحت في تويتش من الآن وقف المقطع راح سوي فولو وبكرة برضو بيجيك اشعار وإذا ما تلاك كيف تسوي فولو بتويتش وما عندك حساب بسيطة جداً اكتب في جوجل شونك اكس بونك تويتش ولا شونك اكس بونك بس اذا ابدأ عشان ما اطول عليكم مقطع اليوم اتمنى يعجبكم والله جالس اضبط لكم شغل بقراند غير طبيعي انا اعثر عن القطعة وبيجيكم مقطع فورت بيحب قلبكم وكالعادة والله هنية تعبون اشكركم من المقطع الاخير فوق 140 الف لايك وفوق مليون مشاهدة وكالعادة تلحرجونا معكم فاسأل الله انه يسعدكم يا حلوين خليكم تتابعون المقطع قبل ما تتابعه البس سماعاتك لازم تلبس سماعاتك وجيب مسلياتكم وفرحاتك ولا تنسى ثمانية ونصف بكرة خليكم موجود احتاجكم كلكم فالبثها ذاك السلام عليكم كملت الان الى السفور ما فيه اي واحد اقدر اخذه اعطي معاه ما خلوني ادبر المحامي يتكلم معاه يا اخوان يعني الى الان شامني ما بتعلموني انا رايح وين الحين تزحف وتذبح وما خليه تحت ما دبحت لا اخي ترى كل شي بسلب انت ماذي وعن يا شخص ايش هذا ايش هذا هذا ولا شي امرت السد والله من المنوع يا والله من المنوع ما فيه اي سلامات الحين انت تطلع لمحاكمتك انت كنت اليوم اي نعم الان اي نعم الان يا رب يا رب يا رب نحن وزارة العدل امرنا بما هوات الحكم بالاعدام بشانقنا على لا لا الاه يا سيد السواهو لا لا الاه دقيقة دقيقة بس دقيقة ما reunited لا لا، بس كلمة، بس كلمة دي ارجو 16 سنين واحد بالغرفة ولا فايدة 25 سنة زي الحمار تجنس معاي الخل المرجل والهياط هذا ينفعك واقسم بالله رخصاتك رخصاتك ما في احد اسمعني الان ركز معاي حركتك اللي سويتها يمكن تسوي نفسك رجال ورب الكعبة اشوف اول شي على عيني وراسي خوي وكفو وما ترضى اني انعدم انا معاك ببدر 25 سنة 25 سنة عشان ايش عشان بس تدخل بحركة زي الزفت وجابت العيد فوقراسك تشوف العساكر اكثر منك والوضع ما يساعد وتقوم تسوي الحركة هذه من رأس كده يلا لا انتن استفدت ولا لا انتن استفدنا طب يا ابو محمدك رخصاتك رخصاتك دقيقة يا خطب اصبر لا تخرب كل شي سوينا اصبر خلني اتكلم الله يرحم امك اصبر لا تخرب كل شي سوينا وما بضحيته بحيت عشان تتخرب علي انت الحين سعد قالها لك يوم طلعنا باستراحل ما تثق فينا ولا لا رد علي تكلم اكيد اثق فيكم بس بعد خمسة خلاص دامت طيب انت ذا الحين لا تصايح لا تخرب علينا كل شي ذا الحين لو جاحد وفرق المززان يبينتهي كل شي في الموضوع الله يرحم امك لا تصايح بفهم كل شي بس انت ترويك وصبر عندي يا بدر انا والله عليه الصلاة والسلام انا والله مقاهرني الا انه كان بيمديكم ترشون الزفت كان بيمديكم تصرفون كئير كان بيمديكم يعني ثق ما سوينا احمد لازم تفهم شي واحد اذا العصابة لها عمود فانت عمودة انت يوم خذوك كل شي انتها اندمرنا اسمعني 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 اول شي اسمعني بدر بدر احنا الان بمشكلة ما بقلل اربع ايام طب قصر صوت شا عندكم انتو اياه هنا ما في شي انا اردونا والصوت واصل اياه هناك تحرجون انتم على تمرلوش زيني من انتم يا عسكري ثواني ثواني يا طول عمر ما سوينش عسكري تعال تعال بلا فرقهم هذول هذو من جمعهم هذول هنا من اللي جمعهم هذول شون شمع من اللي كان ماسك عالعنبر هذو اص صويت المه اص من اللي ماسك هنا خذ المجرم هذا خذه وانقل على عمبر ستك دقيق دقيق يا طول عمر حنا ما سوينشين واضررنكم بشي بس كنا نتناقش الله يعطيك العافية لا تفرق المجزين الله يرحم امك كفاية الظلم اللي مسوينها فيها انسمعت نفس انسمعت نفس واحد انسمعت نفس واحد والله لاغطسك انتو اياه في البحر انا معدة بلا اشكال هذي عندي هنا تسمع او ما تسمع انتو اياه والله هنك تبشر لكن خلاص وانت يا عسكري خلك هنا انسمعت نفس واحد كلمني والله لاغطسهم وانا عند كلمني ارتحت ارتحت الحين بالله انك تنطم يا بطر حكرا انك تنطم اليوم ويوم تنطم عشان ما شالله ما شالله ما تمشون لبل عينة الحمرة انتو اياه طيب من كذا على طول من زمان مو يحتاج الواحد ينافق ويرفع صوته عليكم خلاص يا عسكري ريح ريح وانشالله ما يتكرونها وانكرروها على وعدي لا اغطسكم في البحر انتو خوي لا هلا ان شالله بشر بشر نعذر منك ارتحت ارتحت يا عسكري لا اله لا اله ما بدي اتكلم زيادة بل ربك ها خلاص خلا بدان موضع مهربة طب طيب اتوقع اسمع مني والله يرحم امك تريال عدة على خير خليني اتكلم ولعد صايح يا حمد لوعد صايح تبيخرب كل شي سوينا مواضحيت بحيات يا حمد اشان تخرب كل شي علي الله يرحم امك تكفر طيب 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 انا مفيه الا محكمي ولا محسن مافيه الا الاعدام وحنا ندري بشي هذا وندري فساد الدولة نعرف بكل شي فانا جيت تقدم في العيال وبلا صح بدرت في الموضوع هذا يا عيال الله يرحم امكم احمد لو راح وكلنا بالروح حياتنا كلنا متعلق فيك انت كل شي عندنا في العصابة انت المخطط انت المورد انت مسئل لكل شي بالعصابة طيب خلني كمل احمد قتلك لا تندفع بخلص كلام يتكلم كيبك جيت انا بادرت قلت يا عيال انا بضحي بحياتي بايشي تبغونا احمد دايما نقولها لك يا نعيش سواء يا نموت سواء قلتها لك ضحيت بنفسي وضحيت بكل شي قلت يا عيال طلعولي خطة الان نتصرف نسوي اي شي جاء نواف هنا نقص نواف ايش قال قال يا عيال في شي ممكن حن يفيدنا باي طريقة حتى لو اهمش ان نشوف الموضوع هذي اذا لا فايدة بنخطط عليه ما لا فايدة ما بنخطط الموضوع اللي هو شف شوف الجيكات حقي الكتف الايمن جاء نواف راح تزل بلاك ماركت ما كانت مففر عند القطعة هذي بس ما ادري كيف وفرها اذا بدنا ديب وجابها جاب لي قطعة شريحة الشريحة هذي فيها تعقب ايش وضعها ايش فايدتها انا عطيك العلم كامل بسركز معي قلت يا عيال خلاص دامني في شريحة تعقب عطونيها انا باخذها وانا ببادر بشي هذا وبضحي اني بدخل يعني توقع اني بجي باسترجل وبعطي وضعية المدروشة على الفاضي لا ايوه 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 من الشريحة الشريحة اللي في كتفي هذي فيها جهاز تعقب لا ايوه جيت هنا عشان يعرفوا الموقع اللي يبلبدونك لا اول كنت فيه اههه اههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه LEA HII j h um Y y يعني هم بيجون هم بيجون لا إله إلا الله عندنا الدبابة وطيارة الدبابة وطيارة هذه هذه آخر ما نملك وهي الشي الوحيدة اللي يا يا خلينا نطلع أحمد ولا ما نقدر نطلع يا تصيب يا تخيب وإن شاء الله أنها ما تخيب ناصر ونواف تركبون الدبابة الدبابة تشيلي 2 الطيارة عندي أنا المراقبة الجوية يزهلوني أنا بشوفكم كل شي بلقكم في الراديو والله يعينكم مع الأرض أنتو طيب اسمعني اسمعني دام الوضع كذا مخاطر في مخاطرة وفجرة وأي واحد اعترد ان التحك والله العظيم والله العظيم oni أن يدري أن كل واحد من الثاني والله أن كل واحد فيكم يقول الزود عندي أنا معك لكن انا صدامت من الحركة هذه stacked اللي سويتها ما قلت بتوقع اننا بتوصل للمرأة ما في طريقة ما في ملقيني شي ملقيني شي ملقيني لهذه الطريقة احمد حنّا وعلّمناك الف مرّة انتو شدين هنا تنحشون تلق شبك هذو 220 فولت والله لا يقلبك فاحمنت وخويك ما بنحشة طويل العمور لاحد يفكر ينحش ريحونا في استراحتنا يعني ريحونا في استراحتنا ياخ انتم شغلكم جديين انتم تلقم شخصنها مرّة شوف شوف هذا كل ثلاثين سنة هذاك هنا الله يوقف مرّة وشوفكم واحد لا تفكر انتم هي تنحش معكم عشر دقائق وترجعون كل واحد لعمر حق باذن واحد الله يسرها وامورنا طيبة موجودة شك شك على الجباس شك على الجباس يا والله المكان غريب يا عيال يا عيال والله انه في جزيرة والله والله انه في جزيرة يا عيال طيب ساعد ساعد حاول تاخذ فرّة وتمشط نطق بالطيارة وحنا الارض ازلنا راستم بينكم الراديو دخل دخل الدباب دخل الدباب الاخير دخلو دبنوها كلها ما عليك بين الراديو يا شباب خلي اطلعنا بعدين اطلع انت يا ناصر بين الراديو يا سعد من الله يا عيال والله اليوم يا نواف اما غنات الذيب والله فقرة وباذن الله انها غناتها ردال ازهل والله مايروح باذن واحد احدنا مايروح رئيسنا يا ولد هذا بيعدمونا بيقصوا الراسة وحنا موجدين اما تنقص روسنا ونروح معه ولا اما والله اننا نفلح سوا يا رجال شخصنا ما عم سجينكم على راحتهم ادخل انت فيها العنبر ادخل انت فيها العنبر بسرعة قدامي لا ادخل انت فيها العنبر بسرعة قدامي عمرك ما خلستها ادخل لا اشيلك الحين مادنك لا ادخل انت فيها انت فيها حلول يا إلهي اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 ايه جابك الله موسيقى موسيقى السلام عليكم مصير السلسلة عندك يا عزيزي المشاهد يا ان الاحداث تروح بجهة يمين او جهة يصار كيف تحددها عن طريق البث المباشر راح امشي على الكلام اللي تقلونا راح تاجكم يوم الهتين اللي هو بكرة الساعة ثمانية ونصبع صلات العشة ضبط وقتك ولا تنسى تنزل الان تسوي لي فولو بتويتش واذا ما عندك حساب تسوي لي حساب بتويتش ترى سهل جدا الله يسعدكم شكرا لكم لا تنسى تقيم المقطع وصلوا على نبينا محمد مع السلامة